هذا اكايميو اربعة هذه بارودة حديثة من جيل حديث تختلف هذه البارودة عن الجيل القديم ببعض اشياء كهذه الواقعة تأتي مع السكة يعني انت ما تحتاج تبدل السكة والسكة من هنا من اجل تركيب بيل ايضا على ما انا لاحظت هذه السكة القاعدة تختلف عن القاعدة اللي تأتي على الاكايميو اربعة القديم جيل قديم اه طبعا البارودة هي بالشحم ما مضرب الله عالم ولا طلقة يعني ببين معنا مباشرة لانه لا ينفق امان ولا شيء كل قاس بشكل لا يسر اكذا نسأل الله ان يبارك الاخ وان يحفزها له من كل شوء اه بارودة طبعا جديدة ما بعرف انا الشباب رموا منها ولا ما رموا المهم هي كايميو اربعة طبعا ان اك عن اه هذا الدول السبطانة نحن تكلمنا تحدثنا كثير بسبب البارودة اللي نحن نقصرها طبعا شباب رأيي عن هذه البارودة سنتكلم عن اه ايجابيات و سلبيات نبلش من سلبيات تمام منشان على خلفية سلبيات و سنذكر عن ايجابيات منشان انتو تعرفوا تقارنوا هذا الامر يا رجال هاي البارودة حقها اليوم اربعة الالف دولار اول مشكلة اول مشكلة فيها حقها تقريبا اربعة الالف دولار شوية اكتر شوية اقل حسب كيف تشتري عند مين و شنان المهم يعني ناقص هناك مئتين دولار زائد مئتين دولار هون ما بيفرقش يعني لانه هذا السعر صار فوق يعني تقريبا اربعة الالف دولار هذا مو يعني خمسمائة دولار او سبعمائة دولار لا هاي بارودة سعرها فوق ثلاثة الاف و خمسمائة دولار هذه بارودة في الاداء اسوأ من بارودة المانية عادية مشان تفهموا هذه بارودة حقها اربعة الاف دولار و اداءها اسوأ من بارودة المانية لانه انت لانه انت مشان تفهموا تدفع اربعة الاف دولار ولا تستطيع ان تصيب منها على مسافة خمسمائة متر كما تستطيع ان تصيب من بارودة المانية على مسافة خمسمائة متر بارودة المانية على فكرة بالشحن حقها 450 دولار وتحسن ساوي من بارودة المانية نفس الشيء مجرد تطفع تقريبا 150 دولار ويصير عندك نفس البارودة ولكن التي كلفتك تقريبا 700 دولار لا سمح الله فجر التلقى كما تعرفون في أول فيديوها كنت صاحب أكاميوز أربعة أنا كان عندي أكاميو أربعة أنا بالرضاة طوعا بدلته وأنا حملت هالبرودة وما شفت فيها منطق يعني ما شفت منطق في حملها بهذا السعر وبدلتها طبعا الآن أنت رح تسألوني ليش أنت طبعا بعدين قسرت بارودة ألمانية ساوتها هي كانت تجربة هل تزبط بارودة أو لا فأنا نجحت في هذه التجربة ولكن بشكل عام هي بارودة جيدة ولكن نحن نحن نبني سلبيات إيجابيات من سعرها مخزن هاي دروب روسي فهاي البرودة مؤخف من بارودة ألمانية هي نفس الوزن تقريبا والمخازن نفس الوزن أنت هون بسبب هذا الطول بسبب هذا الطول دفعت يا لطيف أنت دفعت 2000 دولار فرق ليش 2000 دولار فقط لأننا نحن قارنناها بأكايمة وسلاسة اليوم تمام لأن أكايمة وسلاسة بارودة جيدة بما أنك إذا قارنتها مع أكايم يعني في شي بسيط فيها فرق تمام خلق يعني مشان ما أحطم قلوبكم يعني أساسا لازم هذا الكلام يخفف عليكم لأنه أنتو مثلا حتين ببالكم والله حلم أكايمة وأربعة و أربعة ألاف دولار شان بدي أشتريها الآن مشان تعرفوا هاد بارودة ها أربعة ألاف دولار ولكن لجوب طبعا طبعا إذا عندك أكايمة وسلاسة هل تستطيع هل يعني يجوز لك حرام لك أن تشتريها لا حرام لك أن تشتريها حلال حلال لك تشتريها تمام ولكن الآن أنا ياريت لو عندي هون أكايمة وسلاسة الآن أعمل لكم مقارنة جدا جميلة ولكن أحاول قلنا لكم هذه بارودة سعرها أربعة ألاف دولار شو تستطيع نجيب بأربعة ألاف دولار؟ حلال لكم يا شباب هذا هاي بارودة فالناتو تقريبا تكلف 1500 دولار منزار فورتكس مع قاعدة مع منسب أسلي مع البخ والفال والكاتم شندوق وزخيرة تمام الحق هذه البارود تقريبا 1500 دولار تقريبا يبقى معك قديش 2500 تمام تشتري أكايمة وسلاسة بالشحن تشتري مخازن أسود بعدين كمان تشتري ريد دوت ما بعرف على الأكايمة وسلاسة منشان تفهموا فرق يعني تفهموا الزلمين منشان أجو يدفع يعني أنا حاولت مو هذا مو صاحب هذا صاحب اللي شفته قبل كمان إخوة أجو قال مسلم تعال نروح نشتري أكايمة وأربعة يا رجال والله أنا كان عندي مية وأربعة رميت منه تمام ما كنت أنا ما كنت دافع ولا ليرة تمام بسبب هذا كان في أحسن زيه في أحسن زيها كان معي أكايمة وأربعة ولكن يعني تدفع هذا المبلغ والشيل بارودة صعب تسيب منها على مسافة 300 متر بهذا الوزن تمام أنا أنا أنظر إلى مسألة يعني هي بارودة بتشيلها مثلا بتشتري بهذا السعر هو مثلا يقول هون في سكة أساسية هون في إذا ركبت علي أخمس وأنت في الجبل كشفت عدو على مسافة 500 متر كيف تريد ترمي؟ نعم تستطيع ترمي ولكن أنتم تعرفون على 500 متر بسبب عين الفقرة المهم هيك الأمور والله يعني هو شخص يعني أنا بقول أنا بحب هالبرودة أنا بتعجبني كبرودة تعجبني كالسعر مبطئة مبطئة هذه البرودة كالسعر هذه البرودة مع المنزار و 500 سلاسة مع ردت يعني لتعرفوا من شو حرمتم أنفسكم أنتم ممكن كنتوا أخذتوا الأكائم عدلتوا فال عدلتوا ما بعض شو كمان تحسن تشتري بومبوكشن زبطتوا مثلا اشتريتك صندوق زخيرة صندوق زخيرة صندوق زخيرة لفال صندوق زخيرة للروسي نعم للروسي اليوم صندوق زخيرة جدا غالب كنت أخذته كنت أخذت يعني متى علبة ما اسمه دروب لبومبوكشن كنت دربت حالك و التريت الدرع و ممكن تشتري اثنين درع تمام وتسوي واحدة إلى جيوب مثلا تبعه دولة واحد جيوب تبعه دولة وبعدين تحط اثنين درعين بتحط فيها صفياح تركي و يبقى معك مصاري لا لازم نشتري هذا هذا رأي عن هذه البرودة تقليما و من زمان كان الآن لسه أكثر لسه أغلع مقبل ما كانت هكذا الآن بعد ما انتو تأكدتم يعني و فكرتم ان التفكيري صح و انا افكر بطريقة صحيحة اخرب كل تفكيركم انا نفس المبلغ اعتبره جيد اذا انتو تشتري كرينكوف نعم كرينكوف أسوأ منها في الفعالية للمعارف مزبوط هي خمسة و نسو وهي ممكن بنفس الشعر و ادعوها ممكن يعني اقل من هاي و اسوأ من هاي ولكن انا ارى كمنزومة كرينكوف اثبت من اكايمة و اربعة ولكن الرئيس هم نفسهم قرروا انه كرينكوف اداءها جي سيء عفوا سيء اداءها السيء و عملوا هذا الطول السبطة يعني في مية و اربعة في خمسة و نص و في اه سبعة نفس هذا مع ذلك انا انا اشوف كرينكوف احسن ليش؟ هذه بارودة صح غالية صح شوي اقصر ولكن هي سقيلة ارتدادها قوي نار يطلع منه كبير صوت عالي دقة لا يوجد و سخيرة سقيلة يعني انت بتشيل مخازن سقيل يعني ها نختلف شوي بس ما اختلف باقي شيء كرينكوف هي قصيرة اذا ركبت كاتم للكرينكوف اخفاء اللهب اسهل اخفاء الصوت اسهل بسبب عيار بسبب خمسة و نص عيار اسهل اخفاء اللهب وتخفيض الصوت ارتدادها اخف بسبب عيار خفيف مخازن اصغر بارودة هي حد ذاتها قصيرة و وزنها اخف و مخازنها اصغر و اخف يعني صار كمنزومة كمجموعة صارت يعني بتشيلها اريح لك بعدين السكة كمان الها تركب هاي سكة الومينيوم و سهل تضبيطها و اصابتها سهل بنفس الشسمة يعني تقريبا بنفس المعيار هذا ولكن يعني انت سهلت على حالك من كل انواح نعم وهي جميلة مع ذلك هي بقية جميلة هي بقية خفيفة و هي بقية اتدادها اقل و كذا و كذا كل هالامور نحن مثلا اذا نختار ولكن ايها افضل للحرب طبعا هاي افضل للحرب هي مخازن انت بتلاقيها جزبالة بتلمها من اي نقطة ريبات تأخذها من تناولها من اي اخ سواء كان زنجيل سواء كان شحاط هذه مخازن و هذه زخيرة اكتر شيء موجودة من هذه الناحية هذه برودة افضل ولكن انا احبت اطالع كل ما افكر عن هذه البرودة مع ذلك هي جدا جميلة سواء الله هي هيك هيك بدون اي شيء اجمل من كرنكوه بكثير بكثير نعم في اخمس اخمس حديث بالذات هذه واقعة الان ما بده تبديل واحد كان بدي مساء يركب مسكا عنده حاجة مثلا لان ما يحتاج يبدل شيء مباشرة يعني افضلت على حالك 50 دولار الله اكبر كان واقيات يوجد 50 دولار هايك هاي شباب شو كمان بدي اقول عن هذه البرودة ماشي انت شو رأيكم عن هذه البرودة دائما طبعا نحنا تكلمنا انه نستطيع ان نقصر برودة ناخذ المانية جديدة بدنا نساوي مثلها طبعا اخمس مرح عبو جعفر يزبط لنا اخمس جيد نحنا جربنا اخمس طبعه ممتاز وممكن انت تركب اخمس اصلا ثابت كمان لا بأس يعني ولكن انت مع كل التعديل عليه مع الردات مع كل مع بعض ما يكلفك تعديل من المانية ما يكلفك غير يعني تقريبا 1000 دولار يكلفك وهذا فرق كبير بس مع ذلك انت مرح تخاف على برودة مثل ما تخاف على هاي ويكون لك اسهل يعني انا جربت واتقارنت والله انا كنت مبسوط مع المانية تابعي مقصرة اكتر مما كنت مبسوط مع 104 والله يعني انا هذا صراحة هذا رأي هي انا كنت مبسوط اكتر ما بعرف ليش يعني ممكن هذا مشان انا اه كتير تعبت عليه وزبطت وبعدين هي زبطت طبعا كل مقصرة يا شباب هي بده اه متابعة تمام بعد ما يطلع مسلا من عند ابو نجيب الشطور تطلع من عنده هاي البرودة المقصرة عفوا اه بده شوي تثبيت بده شوي رمي شوي تثبيت من هنا شوي تثبيت من هنا مسلا يكون فيه شوي العيوب بده التثبيت في مسلا احيانا خمسين احيانا عشين احيانا عشرة احيانا ميت طلقة حتى تثبيت عصق ولكن مع ذلك هي راح تكون تكلفة ضمن الف دولار و اللي بده مسلا قصيرة وممكن ان تتلاقي مثلا المانية او روسية سبطانة من اخر تخربانة بتقصة بتزبطها كمان يعني تثبيت شي جيد ان شاء الله طبعا الاخ زبط هذه البرودة بشكل جميل اللهم باري هذا هذا ها هذا ردت حرارة هاك بدي اقول ما بارش لان بدي اقول عنده ليزر ميزة ليزر جميل هاك تمشي نعم في شوي هاك مثلا اشكالات عن استخدام هذا الحرارة ولكن لا بس شي جيد هاك شو اسمه جربت على المسافات ميت متر حتى له شو اسمه امكانية تقريب واذا شبتون استغربت جدا شي جميل بس قديش هاك اشكاليات عن استخدامها بالليل هون بدي واحد يشوف يجرب على حاله ولكن نحن سنجرب ونروح نرمي منها طبعا شباب عدلوا عليه انا ما مؤيد هذه الفكرة انه بركبها البطارية كبيرة لو كان البطارية مثلا اصغر من هيك فهي اساسا تأتي بطارية صغيرة بتركب هنا فهم عدلوهم على فكرة مشان هي بتطول اه ما تفضى بسرعة ولكن انا مؤيد حتى على حرارة السيم انا مؤيد فكر فكرة تركيب البطارية اه صغيرة لانها ما تطلع من خارج هيكل ما كان داعي اصلا بركبه هذا لانه هون اصلا لهذا الحرارة يوجد اه تايب سي انت تركب وصله هون بتركب باوربانك بدك ياش حجمه فكان امور جدا بسيطة احيانا احاول افهم بالمنطق ما بتزبط معي لكن لا بس يعني ان شاء الله وخير الشباب فيهم بركة هكذا هذه اه شغلة واحدة اه شغلة تانية كمان تفتح اصحر النهار خلاص الوحش بده يكمل اقتحام شو يساوي الوحش بده يساوي بالرغم اصحر لا يحدث نحن رغم اصحر هذا الردات على هذه البارودة 100 مليون مهر. الله مبارك الله مبارك اتمنى الفيديو كان بنفس الوقت هيك هيجعلكم شوية هيك تفرحوا من منظر وبنفس الوقت بتزعلوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته